السلام عليكم و مرحبا بكم معي فيديو جيد على قناتكم مع عالم ماير كنتمنى تكونوا بصحة جيدة و في افضل احوال و وصفتنا اليوم طغط بخمس طبقات بواحد لابات سكرى اللي سهلة مع كريمة اللوز كذلك طبقة من كروسيون طبقة من موس بالشوكولات و طبقة من القلاساج مغوار طارت ملكية بكل صراحة كتجي اغاية في اللدة و كذلك منظرها كيجي جميل و شي حاجة جديدة فكنتمنى انا الفيديو ديليو من الاعجاب ديلكم الى اول مرة تزوروا القناة تمنسوا جديرو جيمت ابونا وفلاش شير كذلك تبارتاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديلكم باش يتوصلوا جديد و اندوزوا مباشرة للمقادير فاول مرحلة كنحضروا من هاد الاتارت هي لاموز بمداخ القهوة اللي كنحتاجو فيها ميتين قرام ديال الحليب كنوضوعها لعافية تطلع فيها الغلية كناخد جوج اصفر البيت كنضيف لهم 20 قرام تاع سكر سانيدا ما يعدل مالقة كبيرة عامرة كنخدموهم زيان حتى كندمجوا مباديتهم و كيبيضنا الخاليط و ما كنبقاش نحسو بالحبيبات انتاع سانيدا في القعر ديال الاناء في هاد الاتناء غادي ناخد جوج ورقات انتاع الجيلاتين كنرطبهم في ماء اللي يكون بارد من بعد ما كيس خلح لي بشوية غادي نحيدو من على النار و نضيف فيها ربعات العلب ديال النسكة في ما يعدل تقريبا ما بين الربعة حتى الستقرام ممكن نضيفو معلقة كبيرة الى ما بنكنش عندكم في العلب و غادى رجع الخاليط نحاول نحريك زيانه نرجع الخاليط على العافية حتى طلع فيها الغلية تماما انا صخن الحليب باش يسارع لي انا ندوب بالنسكة فيه فيه بالنسبة اللي ما عندهم مش نسكة فيه غادي تاخدو ملقة عادية ديال القهول مطحونة غادي تضيفو على الحليب و تخليو منين يطلع فيها الغلية غادي تصفيوه عاد تضيفوه على البيض هنا كيفما تلاحظو بعد ما كتطلع فيها الغلية كنضيف نصف الكمية على البيض وسانيدة كنحرك بسرعة بش ميطي بنيلنش للبيض وكنرجع الخالد كامل الإنع ضروري راكلة أو لحاولوا أنكم تحيدوا الباقي اللي كيبقى في الإنع فالبات يسري هي العبارة تخصكم تحافظوا على القياسات اللي كيكونوا عندكم هنا غدير الكريمة الإنجليزية على عفية مهيلة فكيفما كتعرفو هاد الخالد اللي كيكون عندنا فيها أصفر البيض وسانيدة والحليب كيتسمى كريمة إنجليزية فكيف نحضره بهذه الطريقة كنبدأ ونحركو كيفما كتلاحظو والعفية تكون مهيلة فكيف يبدأ الخالد كيتقال معنا مباشرة كنحيضو من على النار باش ما تكتليناش الكريمة كيفما كتلاحظو هنا يا كنبدأ نحركو حد شوية وباش نتعكد أنا الكريمة جاهزة وأنها وصلت لقاوة من مطلوب كيفما غدي تلاحظو كان هالس باتويل فاش كنقطع دوك جوش خطوطة لدينا طريقة وستعرقوة في المائزة ها هذه كنصيحة حجيت كنقطع دروكة الكلية سوف تضربوها بالمكسور بلانجانت أو تتلوزها في المولينيكس هكرا غدي ترجع القاوام ديالله فهذه كنصيحة كان صفي دكت لقاوة الجيلاتين مزيان ما بنضيفوه مباشرة مني نحيي دوري مباشرة 05 دقيقة حيث الجيلاتين ما خصوص نضيفه الحاجة تكون سخونة بالسف نحرك حتى ندوب الجيلاتين و نخلي الكريمة في درجة حارة الغرفة ما بين 20 حتى 25 دقيقة من بعد ناخد 200 جرام ديال الكريمة السائلة اللي كان طلها من مونتين خصوصها تكون باردة و تكون بهذا القاوم ما كان طلعاش حتى كتا قد كتكون بهذا القاوم كيف ما لحظته و نبدأ نضيفها على دفوعات مع التحرك من الأسفل الأعلى فنحركوا بهذا الطريقان اللي مزربة الفيديو فنحركوا غير بشوية نضيفها على جوج أو ثلاثة دفوعات و ضروري من أكدين أن الكريمة باردة معنا لا نضيفها على كريمة مونتين وهي سخونة و نستمر بالتحرك حتى تندمج معنا موس أو كافي و تولي كاملة من دمجة مع بعضياتها ناخد واحد إطار اللي يكون في قياس نفس القطر ديال إطار اللي عندنا غادي ندير فيها لبساء بابية مونتين نضيفها على قطر ديال و نضيفها على قطر ديال و نضيفها على قطر ديال فهذه العملية هي أول عملية نضيفها في قطر ديال نضيفها بابية مونتين و نضيفها الموجمت ما بين 8 إلى 12 ساعات و من الأفضل الى كاملة في اليوم الموالي نضيفها بالنسبة للباتشوكخي ستحتاجوا فيها 95 قرام الزبادات بدرج حرارة الغرفة و ممكن استعمال اي نوع 95 قرام مايو عديل ثلاثة المعالق كبار سنخذيكم القياسات بالقرامة و بالعباء و بالمعالق لتحت بصندوق الوصف كان خدمها مع سكر غلاسي مزيان حتى كتولي انها انبومات كيف ما كتلاحظو اهم هو ان زباداتكم بدرج حرارة الغرفة بالنسبة للبيض ستحتاجوا بيضا يكون الحجم ديالها صغير الى كانت البيضا عندنا الحجم ديالها كبير غادي تحاولوا انكم تنقصوا شوية من البيض البيض و شوية من اصفر البيض بالنسبة للباتشوكخي فهي تماما تقريبا في حال نفس مقادير لباتشوك تبقى الاختلاف اولى الاختلاف الوحيد في طريقة الخدمة دياله الى ابوتون نزليكم فيديو خاص عليهم بجوج و على فرق بيناتهم خليهم الليل تحت في التعاليق من بعد ما يندمجوه مزيان مع بعضياتهم غادي نبدأ نضيف النواة شيفة عندي مئة وشرين جرام ديال دقيق هنا ملاحظة بالنسبة للمئة وشرين جرام كان نقصوا منها تقريبا في واحد المعلقة ما نضيفهه كان خلي واحدة الاخير لحزة بنوعية دقيق كينو عليك يشرب بزاف كينو علي ما كيشربش كذلك كان نضيف معلقة ديال الكريم باتي سير بودرة ما يعادل خمسة وشرين جرام كان نبدأ ندخل مقادر مبعضياتهم و نجمع الخليط غير بالاصابع كيفما كتلاحظوه ففي هذا المرحلة غادي نضيف ديال معلقة لحية نتاع الدقيق هنا كان نوع ديال الدقيق جيد فإخاذات الكيمية كاملة انتم ممكن تاخد معك ما بين مئة وعشرين حتى المئة وثلاثين جرام كان حصلوا على هذا القوام كيكون الرطب وفي نفس الوقت ما شيء كتلصق في اليدين ودائما ما تنسوش واحد القبيصة ديال الملحارة كنكون نضيفها مع الدقيق من الأول هنا كنبدأ نسرح في العجين بينجوج بلاستيكات أو بينجوج قطعة من ورقة طهي فما كنينش الفرق كان حاول أنني نسرحها بوحد سمك ليكون مقادر فما الأفضل أنكم تسرحوها كاو تدخلوها ترتاح أفضل من أنكم حتى تدخلوها وتخرجوها تولي وتطلقوها فبهات الطريقة كيكون أفضل وكيستع نتيجة أحسن هنا كنحاول أن ناخد القياسات كيفما لحتو جات مع القطرة للأيطار وغادي بقالي باش غادي ندور الجناب فكان نذهب بكل سهولة وكان نضعها في تلاجة على أقل ساعة حتى الساعتين كترتاح تماما وهنا غادي ندوز باش غادي نشكلها فعنا ضرورة في الأسفل يكون عندنا ورقة طهي أو لورقة الزبدة كيفما كتلاحظوه حيث هو اللي غادي نهزون نتبه لا تردو ندخلوها الطيب كنقطع الدائرة اللي كتكون الوسطهية الأولى نسبة الشرعية اللي عندنا في داخل الإطار غادي نحتاجه مسترة أو لقطع ببيد الأليمنيوم اللي كنحاول أننا نطويها تكون أكبر سنتيم أو لجوز سنتيم من الارتفال اللي عندنا في القطر ديال الإطار باش هكايا ندخلوهم على خطرنا ويبقى لنا واحد شوية العجين باش يجي نشكل من الفوق مقاد ومفيني نحاول نقطع الشرعية اللي يكونوا طوال باش لداخل ديال الطرد ديالنا ميكونش عندنا فيها الكسور أو العماكي اللي كتلقى فيهم العجينة بزاف نحاولو أننا نديرو خطم القياو جينا لطرد مفيني فاكن سامر بنفس طريقة حتى غادي نقطع الشرعية وغادي نبدن نهزهم بكل سهولة لأن العجين كتكون بردة وكتساعدنا نوعا ما في الخدمة إلى استغرقته ووقت طويل في العملية ديال تقطعت الشرعية ما الأفضل أنكم تبليوا تدخلوا لعجينة ديالكم 11 تغيق للتلاجة وتبليوا تخدموا بها فأنا كنحاول أنني لبس الإيطار بزيان كيف ما كتلاحظو كنضغط في ذلك الأماكن اللي كتلقى فيهم العجينة وكذلك كنضغط على الشرعية باش يتلبسونا بالإيطار غادي نزيد الشرعية التالت باش غادي نسد لطرد وغادي نحاول أنني نفيني ذوك الزوء اللي كيكونوا عندنا بواسطة سكين كنحي يددك الفائد اللي جينة اللي كيكون في الأعلى حاول أنكم ما تدخلوش في اللي جينة الداخل في الإيطار كنحي دغير من الأعلى ودروري ما تضغطوا مزيان في الملقى ديال القاعدة مع الشرائط دروري من هاد المرحلة هكي باش كتأكدوا أنها كتشد في باضيتها بالنسبة للفائد اللي جينة اللي كيبقى فممكن أنكم تستعملوه كقاعدة اللي جاتو صواري أو اللي جاتو اللي كيكونوا صغار فتحتفظوا به في الثلاجة هنا غادي نهزلها طارد وندخلها واحد نصف ساعة للثلاجة لمنوجد كريمة اللوز بالنسبة لكخيم دامود أو كريمة اللوز غادي نحتاجوا فيها 20 قرام ديال الزبدة تكون بدرج حارقة الغرفة من الأفضل أنها تكون من نوع جيد يعني كل أصل ديالها حية واني بشكل كخيم ديالكم جيل ديدة كنضيف لها 70 قرام ديال سكر غلاسي مايو عدي ربعات المعال كبار مع ثلاثة المعال كبار ديال الزبدة عادي نضيفو قبيص هاد الملح من بعد ما كنخلطوه مزيان حتى كي ندمجو غادي نضيفو بيضة كاملة كنخدوه مزيان ديك الزبدة غادي تلاحظو انها في الول كاتتحبة بغير السمرو بالخدمة حتي تبلي عندكم واحد الكريمة جانسة وممكن انا كنتقو بهذا العملية بالبطر انا هنا ياخد مصغير بالفوي مزيان حتى ندمجو ما بضياتهم وغادي نحتاجو 70 قرام ديال بودرة اللوز انا اخدت اللوز عادي نمسحتو مزيان من بعد تحنتو حتى ولا عنا بودرة كيف ما كاتلاحظو عادي نضيفو على الخالط وانخلطوه مزيان ما بدياتهم عادي نحتاج ملقة صغيرة ديال قهوة سريعة دوبان اللي كندوبها في جوج مع القبار ديال الماء فهذا المرحلة ممكن انكم تصغنوا عليها لم بتوش ديرو كخيم دا موندو مدرق القهوة لكن صدقوني كجيل ديدة بزاف كدزيت تقطيع وحد منكها اللي زوينة نضيفها على الخالط اللي عندي وغادي نخلطوه مزيان حتى ندمجو مع بعدياتهم وبهكا غادي نكون حضرنا كريمة اللوز كنوضع الكريمة في واحد البوش بشي سال علي انني نوزعها فق لطرد وكنخرج لطرد منطلاجة كنحاول انني نتقبها مزيان كيف ما كاتلاحظو جنيبات وفي القاعدة وغادي نبدأ انبوشي الى كخيم كنبدأ من الوسط وممكن انكم تخلوها يعني هكا يا بالمعلقة وتقدوها مزيان كيف ممكن انكم ساعتمدوا هات طريقة فكتبقى اسهل وكتعطي واحد الشكل اللي كيكون مقاد فهذا العثناء كنكون مشاعل الفران على درجة 160 درجة فاش غادي نتخلى طارد غادي نبط الحرارة حتى 150 فكتبقى على نوعية الفران اللي عندكم وعلى وش الفران صغير كي يجمع الحرارة او للفورن كبير وخصو درجة حرارة عالية فكيبقى على حسب انتو من نوع الفران اللي عندكم هنا كيف ما لحتو كنوضعها بكل سهولة في اللاطا اللي غادي ندخلها الفران وهنا بعد مرور خمسة وشرين دقيقة بالضبط كنحيضوا الاطار بكل سهولة وكرجعوا اللاطا دينا تحمر من الجواني بمزيان كتكون الكريمة دينا نجات وواجدة يعني شتات راسها ندخلها تقريبا 15 دقيقة على عفية متوسطة حتى كتاخد معنا واحد اللون دهابي بالنسبة للطبقة المقرمشة غادي نحتاج ربعات المعض الكبار دينا الحليب محلة مركز يكون ساخن كنضيف له 50 جرام دينا الشوكولاتة السوداء وفي ذيك الحرارة غادي ندوب الشوكولاتة هنا استعملت شوكولاتة نوع جيد ممكن تعود كمية الحليب المحلة بالكاراميل كيف ممكن انكم استعمل اي نوع طبقة مقرمشة عزيزة عليكم او مفضلة عندكم غادي نخليكم مروا بعد الفيديوهات طبقة المقرمشة اللي سبق تشاركت معكم هنا في القناة كيف ممكن انكم تستغنوا على هالطبقة الى ما كيعجبكم مش ديك الطبقة المقرمشة او الكخوسيون انا غادي نضيف جمع الكبار دياز زيت نباتية وغادي نحرق مزيان حتى غادي ندامج وغادي نحتاج 80 جرام ديال الكورن فليكس اللي ضروري من دوزوه الفران او المقلع نحمره مزيان وخاك يكون باقي مقرمش كيف نوضعه في طبقة المقرمشة الى ما كانش محمر من قبل اراه كيلوه وكيكون لاوي مكتجينش في ذاك الكخوسيون او لك القرمشة اللي كتكون فيه مكتبقاش كنخلطهم بزيان مبعدياتهم في هاد المرحلة كنخرجت لطرد وخليتها حتى بردت تماما وغادي نوزع لها الكيمياء ديال طبقة المقرمشة فهنا ممكن تعويض كذلك الشوكولاتة السوداء بالشوكولاتة بالحليب او للشوكولاتة البيضاء فكيبقى لكم الاختيار هنا ضروري ما تكون لطرد بردات وديك طبقة ديال كريمة اللي وزيان شدات راسها باش كتسهل علينا اننا نوزع الطبقة المقرمشة بكل سهولة كنحاول اننا ننقذ الوجه ونقذ السطح يكون مقاد وعنا فيه علو واحد ومباشرة غادي نخليها حتى تبريت تماما وغاديكملوا باقي التحضيرات وكخطوة اختيارية ممكن انكم تصغنوا عليها غادي نضيفوه للغلاساج غورمون او لغلاساج روشي كيجيل كنحتاجو فيه 120 غرام شوكولاتة نوع جيد انا هنا استعمل شوكولاتة بالحليب مع الشوكولاتة السوداء ممكن استعمل نوع واحد لكن باش كننكسر ذيك الحلاوة كنستعمل الشوكولاتة السوداء مفضل عندي كنضيف لها 3 مالكوبار غير زيت النباتية كنخلطه مزيان حتى كندمجوا مبادياتهم وغادي نحتاجو 40 غرام ديال لوس كونكا السيلي كنكون محمرها من قبل كنضيف عليه خليط الشوكولاتة والزيت كنتمجوا مبادياتهم وانجزوا مباشرة غلاساجة والفون او القالب ديال لاتارت ضروري ما تكون عندنا الطبقة المقرمة شاشة دات راسي تماما كيف ما كتلاحظوه شتات مع باقي الطبقة اللي عندنا في لاتارت وهناي كان بدا انقلاسي لاتارت كيف ما كتلاحظوه الغلاساج بالزوين ما كي يلسقش في البلاسة يعني كان ممكن انكم تغطو به جنيبات انكم لا كانت شي حاجة من فينية شولي وتفينيو به وكان حصلوا على نتيجة صراحة يزيد يعطي واحدة لاتارت رائعة لاتارت وكانتحسو انكم كانت تاكلوا شي حاجة اللي غنية شي حاجة اللي كوغمو من بعد ما كانت اكد انا القلاساج بدكي ينشف كان حاول اني ننزل قالب ديالله طارت ونضعوه في مكان اخر ليكون بسعب بابي المونطيق بشي سار اليه من بعد اناني نحيدو بكل سهولة كان خليه ينشف درج حارة الغرفة تقريب واحد ساعتين كي ياخد معانا شوية الوقت فانشف اولي يجمف درج حارة الغرفة افضل من انكم دخلوه التلاجة بالنسبة للقلاساج اللي كي بقنا فكي نجمعوه نملي ونسخنا ونخدموه بيه مرة اخرى انا تقريبا بعد مورور ساعتين كي يكون القلاساج نشوفه واشتراسه مزيان وهكا كتضمنوا انه كي بقى محافظ علي تكلم مع اللي فيه انه ما كي يرجع شيدو بليكو مرة اخرى وبمساعدة سيكين كنحاول ان نحيد زائد الشوكولاتة اللي كي يكون عندنا ونجز مباشرة نحضر القلاساج اللي غدين قلاسي به لموص بمضاع القهوة انا كنكون وجهة القلاساج باللون البني وبالنسبة للخليط اللي غادي ندير به ليفي سبايدر او لذاك الشكل اللي عن كابوت كنحتاج مع رقوبة ديال النباش كنطيف لهم راس معلقة ديال مولوين دهبي وغادرتهم على عفية مهيرة او لحمة مائي ما الافضل غير غادي يدوب مزيان داك الناباش غادي نخرج لاموس بالقهوة كيف ما كنتلاحظوه وكان نوضع في الاسفل ديالا قطعة صغيرة ببي اليمينيوم باش يسعر لي اناي النزا بكل سهولة من تحكم فيها كنحاول اناني انقض جناب وكيف ما لحتوه القلاساج ضروري ما كنصفئوه قبل ما نستعمله كذلك كنوجد المكان اللي غادي نخدم فيه وضروري داك الناب او لاتبسيلي اتحفي القلاساج غلفو ببي اليمون طيغ باش ممكن انكم تتولي وتزول القلاساج وستعمله مرة اخرى بكل سهولة هناك امدان قلاسي بالنسبة لدرج حرار القلاساج وجميع المعلومات نخلي لكم الروابط للفيديوهات اللي اسبقت وشاركت معكم فيهم جميع المعلومات وكنصب الخليط ديالنا باش وكندوز ذاكلي في سبايدر فكتدوز العملية بسرعة ولكن نتيجة كتجيزوينها بساف كنحاول ان نحيي دوك الزوء اللي كيكونوا عندنا التحت في الجناب ديالا طارد كيف ممكن انكم تقطعوه بالمقسم بعد ما تخليه واحد تعتبرت تماما لكن ديك العملية وهي هو القلاساج باقي كينزلك تكون افضل كنحاول اني مفيني جنيبات بالفيوتين باش كيكون عندنا شكل ديالا طارد مفيني امقات كيف ما كتلاحظوا اللي مع المعتادة مع وصفات القلاساج اللي كنشارك معاكم فبامكانكم انكم تستعملوا الوان مفتوحة ولا الوان مغيرة في القلاساج فكيبقى احلى حسب الرغبة ولا حسب الاختيار كيف ممكن انكم تغيروا في النكهات انا فقط كان عاتيكم افكار وصدقوني مزيج القهوة مع الشغلات كيجي الديد بزاف كيجي رائع وشي حاجة اللي راقية هنايا كنحاول اني نوضع قطعة ديالا موس مدق القهوة على اللاتارد فانا استعمل قياس القطر ديالا طارد اكبر بسنتيم من قياس القطر ديالا موس كنت بقى نزيد نفيني جنيبات بقانا الشوكولاتة لكن للاسف ما كفانيش الوقت في الفيديو كان غادي جي طويل بزاف فاكتفيت اني نزيد نعمر شوية بالفيوتين كيف ما كتلاحظوه وهنايا زينت بالقليل من قشور الدهاب كنشارك معاكم طبقات اللاتار كيجيوا باينين وكيجيوا واضحين واحد تناسق اللي زوين صراحة بالالوان وبالنكهات كانتمنى بكل قلبي ان الفيديو ديالي ومن الايجاب ديالكم وانكم تجربوها تلاتارد وتستمتعوا بها الى اعجبكم الفيديو وما تساوش ديرو جيم تابونوا وفلاشين تبارتاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم والاعهم انكم تشاركوني تجاربكم وتخليوني تعاليق ديالكم استودعكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة